منذ أن تم استعادة السيطرة عليها قبل أكثر من عام ما زال سكان مدينة الموصل يعانون من انعدام الخدمات فلا كهرباء ولا ماء ولا خدمات صحية خاصة بعد الدمار الهائل الذي لحق بالبنى التحتية بسبب استخدام قوات التحالف الدولي والقوات الحكومية القوة المفرطة خلال المعارك اليوم تبرز لأهالي الموصل والنازحين مشكلة أخرى وخاصة في جانب الأيسر للمدينة وهو ارتفاع أسعار إيجارات المنازل بشكل لافت أرهق كاهل المواطن الموصلية الأسعار هي متزايدة يعني عوائل كثيرة ما يكن مسكن العالم تسكن في الجوامع في مجتملات يكن الناس لا يوجد مسكن أصلا أنا قاعد هنا على مودة المستشفى على مودة أطفالي مرضى أود يعلم خاصة خانة ومشيها أموري إمكانية ما عندي أقاعد بالإيجار إيجار 300-400 أهالي الموصل يشكون التقصير الحكومي الذي عدوه بالمتعمد في إعادة إعمار المنازل المدمرة والتي تضررت نتيجة الحرب وهو ما اضطر العائلة والعائلتين للعيش في وحدة سكنية واحدة فيما لجأ آخرون للإقامة في الجوامع والكنائس كل شقة أو كل هيكل بأربع خمس عوائل ناس مهجرة اللي من تلعفر اللي من زمار من جميع الأخذة والنواحي في مدينة الموصل حتى مخاجر الموصل يجلون الناس وبين الركام وانعدام الخدمات من جهة وارتفاع أسعار الإيجارات من جهة ثانية تستمر مأساة أهالي الموصل فلا أذن حكومية صاغية ولا سياسيون صدقوا بوعودهم